موسيقى كيفاش النجمون نلقاو تفسير الانتشار الاعتداء بالقتل الفردي والجماعي بين المسلمين والقرآن يشنع هذه الجريمة في الواقع إذا القرآن يشنع بالجريمة ما يعطي قيمة للتشنيع هذا كان اللي ينقل الآية من مستواها اللفظي إلى مستوات كونها تكون فكرة مفهومة مستوعبة ثم يوضحها في الموضع اللي يجب أن تضع فيه لأنه آيات ربي هي أحكام شرعية والحكم الشرعي هو اللي يحكم في أعمالنا يعني يصبح أي عمل يفكر الإنسان بش يقدم عليه يحط في المقياس هذا اللي حدده لنا ربي سبحانه وتعالى فالإنسان اللي وقت يقدم أو يفكر بش يقدم على القتل ما يحطش العمل هذا في مقياس الآيات تصبح الآيات مجرد كلمات تقال وتكرر وتقرأ وتقف عند هذا الحد وبالتالي ما نستغربوش وقتها أنه الإنسان يجعل نفسه مقايس أخرى اللي هي مصلحته ولا تحصيل المال ولا تحقيق أغراض معينة ولا ساعات حتى تلبية لبعض النزوات أو غيرها هذا الجانب الجانب الثاني في الواقع هو اجتماعي سياسي على اعتبار أنه لابد لكل إنسان محطش نفسه في الموضع اللي يلزم يتحط فيه ومحطش أفعاله في المقياس والميزان اللي يلزم تتحط فيه لابد من رادع يردع الأنسان ويوقف عن الخطأ تنامي هذه الظاهرة في الحقيقة هي ما راجع للعديد من الأسباب قد تكون أسباب ذاتية وأسباب موضوعية قد تساهم فيها الأسرة وقد تساهم فيها المجتمع فيما يخص إذا كان نطلقنا في الفردي في الإنسان في حال ذاته ومناش ما نشاهده وما نسمعه وما نعايشه من إعتداءات على الذات الإنسان يعتدي على ذاته بالانتحار أو بشنق أو بالقتل هذا يراجع إلى التربية الأسرية في اعتقادي وإلى انحلال الأسرة وإلى غياب المعايير الأخلاقية الإسلامية في تربية الفردي وتنشئته على الاعتناء بالذات واحترام الذات وعدم الاعتداء على الذات وربنا تبارك وتعالى يذكر في العديد من ووضع من بني سورة فرقان يقول في وصفه لعباد الرحمن والذين لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق فقط النفس قد حرمه الله تعالى من فوق سبع سماوات وليس القرآن في حال ذاته فقط بأن حديث عديدة ومتنوعة من النبي صلى الله عليه وسلم تحرم الاعتداء بالظلم والقتل على الفرد وعلى الجماعة فيما يخص الاعتداء الجماعي على المجتمعات وعلى الأفراد بشكل عام ومنشاهده هو في الحقيقة راجع إلى عديد الأسباب أيضا من بينها الغلو بالفهم والاجتهاد ورفض الآخر ونبذ وعدم الاعتراف به وإدخاله في دائرة وخانة الكفر وما إلى ذلك وهذا معناه ليس من الإسلام في شيء بل أن الإسلام هو إسلام دين راحب دين يحترم الذات البشرية يحترم النفس الإنسانية شنو اللي نجمه نعملوه باش نحميه مجتمعنا من جرائم القتل هو ليس ليقتصر الأمر على جرائم القتل وأن العنف كظاهرة عامة يمكن أن تؤدي بعض الأحيان إلى القتل يعني منذ التشيئة الأولى للطفل يعني إذا كان الطفل شاء في بيئة أسرية متوازنة وأيضا إذا كان هناك تم القضاء على مظاهر العنف في المعاهد هناك يعني نجمه مقللوه من السلوك الإجرامي أيضا إذا كان حققنا قوامنا التهميش ووفرنا التكافؤ الفرص بين الناس هذا يجعل الإنسان يعني هدف في حياته ينقى به عن السلوكيات الإجرامية والعضوانية والتي قد تؤدي للقتل يعني القتل مرتبط قد يكون بالسرقة قد يكون بالانحراف أماكن يعني أشخاص تحت سي الخامر ثم ترتكب المعارك وتؤدي إلى حفاظ جرائم قتل جرائم القتل هي في آخر الأمر هي ظاهرة عنف وبش نحميه المجتمع من طواهر العنف لابد مش نبحث في الأسباب بش أن أي ظاهرة تتفشى في المجتمع نشوف الأسباب متاحة بش نشوف لولا الحلول متاحة الأسباب متاع تفشي القتل بصفة خاصة والعنف بصفة عامة هم الأسباب اجتماعية وأسباب الثقافية حسب راي الأسباب الاجتماعية هي التهميش البطالة عدم تكافأ الفرص والأسباب الثقافية والفراغ الثقافي اللي ينتج عنه غياب القيام ونعدم الأخليق الحلول اللي يجمن القاع في هذه الحالة هي التوعية التوعية الثقافية القضاء على ظاهرة العنف سواديخ للأسرة سواديخ المؤسسة التعليمية سواديخ في طار البرامج التلفزية خاصة بما نشوفوا أحنا اللي الطفل تواكش من البرامج اللي يتفرج عليها البرامج أكثر يتعونف البرامج التوعوية في إطار حقوق الأنسان الأنسان يجب أن يحسن اللي هو مسؤول ترجمة نانسي قنقر